أهلا بحضراتكم مرة تانية سريعا هنروح لدينا عشان تطمننا أكتر على حالة التقس ودرجات الحرارة المتوقعة نهاردة تفضل لدينا بشكرك يا محمد وفعلا دلوقتي جي معدنا مع النشرة الجوية بالتفصيل وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الجو هيكون أحار رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بالليل هيكون الجو معتدل على كافة الأنحاء لتفاصيل أكتر خلونا نروح للدكتورة منار غانم وعضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور وكل سنة وحديك طيبة صباح الخير على حضرتك أحضرينينا وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين في سنة وحضراتكم بخير يا عايزين نتطمن من حديك النهاردة عن أخبار التقس التالت يوم العيد وملحظين تمام من درجات الحرارة أن فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة ده هيكون محصوص بجد ولا هتستمر المعدلات بين 33 و35 درجة ولا ممكن كمان نشوف موجات أحرم مع انتصاف شهر يوم بالفعل تنشفاض طفيف في درجات الحرارة بحوالي قيم من درجاتين دي ثلاث درجات على شمال البلاد حتى شمال السعيد مرورا طبعا في القاهرة الكبرى لأن احنا بنتأثر في امتداد مرتفع العروض الوسطى معاقة الهوائية الصادمة من جنوب أوروبا هتأبقي لتحصن في درجات الحرارة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد طبعا احنا خلال الأيام الماضية كنا نسجل درجات الحرارة ما بين 36 و37 درجة مقوية ونتيجة ارتفاع نسب روتوبا في الجو كان الاحتاس بيها أعلى وسط الاحتاس في درجات الحرارة ل40 درجة مقوية لكن اقتداء من اليوم ان شاء الله هيكون طبعا في انتفاض في درجات الحرارة المحصوصة هتبقى ما بين احنا بنول أول درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة مقوية لنهاية هذا الاسبوع ان شاء الله ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبعية لها في نسبة هذا الوقت من العام يعني المحصوصة هتبقى من بين 35 و36 درجة مقوية فكلنا هنحس بالانتفاضة بإذن الله حتى كمان مع وجود نسب روتوبة في الجو الأجواء هتكون أجواء حرارة راطبة على سواحل الشمالية للبلاد الفاهرة الكبرى ومحافظات الوجب البحري ده طبعا خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس هتبقى أجواء شديدة في الحرارة على محافظات جنوب السعيد خلال فترة النهار أما خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس الأجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية خاصة أننا على مدار اليوم هنضحي زوجود نشاط لرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كم على إزاع نشاط رياح ده هيحسسنا بنسب روتوبة أقل في الجو فبالتالي كمان هنحس معاه أكثر بانتفاض ضربات الحرارة خاصة فترات المتاء بإذن الله كنت أسأل حديك عن الشابورة خصوصا أننا في فترة أجازات فكله بيسافر فكنا عايزين يطمن على الشابورة خاصة على الطرق وبالبالي هي شابورة مائية خفيفة جدا بتتكون على طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكن هي زي ما بنقول هي شابورة مائية خفيفة ما فيش منها تأثير على حرفة المرور لكن برضو نخلي بنا من تكون الشابورة المائية لأنها بتقدر نتفاض صفيفة رؤية الفقية دايما مع تكون الشابورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وبتتمر حتى الساعة السادسة صباحا حتى سطوع أشعة الشمس ويبدأ لاشا بشكل سريع لأنها زي ما بيقول شابورة مائية خفيفة وبتبقى على الأغلب الصرق المؤدية من وإلى الماهرة الكبرى محافظات الواجهة البحري محافظات سواحنة الشمالية مهم جدا خلال أيام دي مش عاودينا ننخبع بالنسبة لدربات الحرارة لازم نستمر في تجنب أشعة الشمس خططا خطرة الظاهرة من الساعة 12 الدهر للساعة 3 أو 4 العصر للفطرة دي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مطار الهيون كله تجنب أشعة الشمس هيحميني من إحداث باستفاع ضربات الحرارة وكمان لقدر الله يجمعين هيحميني من طبق ضربات الشمس ولهذا الحرارة يعني نحن لسه خطر الزيب متوقع طبعا ده هيخليني أسأل حديك عن الأطفال ونزلهم البحر في الفترة دي طبعا فترة أجازات فرفي أطفال كتير هتكون موجودين في السواحل شايف حديك الوقت مناسب لنزلهم المياه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة هو دايما في حصل الصيف مهم جدا الفطرات اللي احنا ننزل فيها البحر تبقى الفطرات الصباح الباكر ومشهور شاعة 5 أبقى الساعة 12 الدهر وكمان فطرات بعد الظاهرة بعد الساعة 4 العصر لكن فطرة الظاهرة بالساعة 11 للصاعة 4 العصر الفطر دي ما بنقولنا منساكل فيها أعلى درجة الحرارة على مدار اليوم كله فمهم جدا أن نبقى موجودين تحت الشمسيات حتى لو احنا على البحر نستخدم أوقف شمسي وما نتعرضش لأشاعة الشمس بشكل مجاشر حتى كمان حركة الملاحة البحرية على البحرين معتادلة مؤهلين لكافة أعمال المطيف والملاحة البحرية لكن نخلي بنا بس من ارتفاع عمواج في البحر المتوسط لأن نتفعل موجع البحر المتوسط اليوم وغدا سيوصل لتنين منه وخصويا في منطقة الساحل الشمالي بشكر حداك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الأعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلونا نتبع محلاتكم دلوقتي درجات الحرارة متوقع النهاردة على محافظات مدن مصر ونبدأ من القاهرة والعظمة 33 والصغرة 24 الإسكندرية 30-25 مطروح 29-25 سيوى 33-23 بورسعيد 29-24 ضميات 30-25 الإسماعيلية 33-23 سويس 33-24 العريش 30-25 طابة 35-24 كاترين 32-17 شرم الشيخ 38-29 الغردقة 36-29 الفيوم 34-24 بني سويف 35-25 المينيا 36-26 أسيوط 36-26 سوهاج 37-27 قناة 38-28 الأقصر 42-28 أسوان 42-29 الوادي الجديد 41-27 شالاتين 35-28 وأخينا حلايب 34-26 وكده طمنا حضراتكم عن أحداث أو كمان النشرة الجوية بالتفصيل والجو خلال فترة العيد أعتقد أن الحمد لله كده بالنسبة للجو يا محمد هيكون مناسب جدا للخروج والفصح ونزول البحر كمان كويس والله فعلا ده الوقت اللي واحد محتاج فعلا الجو يكون كويس صحيح لأنها أطول أجازة يمكن بداخدها طول السنة هي أجازة عيدي الأطحى المبارك صحيح بكل تأكيد شكرا لك يا دينا شكرا لك